واحدة من الـ Very Important Mechanical Hazards هي الـ Over Balance Over Balance معناها أنه هو يـ Tip Over Tip Over معناها هو ينقلب يعني Basically يعني لو عندنا مثلاً Table مثلاً زي كده Table دي مخطوط عليها مجموعة من الأجهزة وممكن يبقى مخطوط عليها مثلاً في عندنا هنا يعني كيس بتاع سوايل مثلاً عشان يتحط المريض وممكن يبقى مخطوط مثلاً عليها كمان هنا Infusion Pump ووتيفر يعني المخطوط عليها مجموعة من الأجهزة لو الـ Table دي مش متصميمها بشكل سليم هيحصل إن احنا زي ما احطين حاجة عالية قوي كده ممكن حركة بسيطة ممكن تخلي دي الـ Tip Over تقع مثلاً بكل الحاجات اللي موجودة عليه ممكن تأثر على الأجهزة الموجودة ممكن تأثر على مثلاً السوايل مخطوطة للمريض ممكن هي تسبب إنه يبقى مثلاً انفصال مثلاً للخرطوم اللي هو جاي من هنا دوت اللي هو جاي بالـ Fluid دوت فيحصل مشكلة إنه هو يعني بيسيك الحاجة اللي أنا بوصلها للـ ممكن يبقى فيها هوا ممكن يحصل مشاكل كتير فنلاقي إن احنا الحقيقة الـ Design بتاع حاجة زي كده الحقيقة بيتعامل بحيث إنه هو يمنع حاجة زي كده يعني مثلاً في الـ Design بتاع الـ Table دي مخطوط هنا مثلاً الـ Wheel ديت أكبر شوية من الـ Wheel دي يعني بحيث إنه إحنا لما نيجي نحاول نـ Tippet Over دي بتعمل لنا شوية بالانس يعني بتعمل بالانس غير لما تكون الاتنين نفس الـ Size وكي دي بنسميها كاسترز بايزوية يعني حاجات اللي هي العجل الكبير اللي موجود عندنا في الأجازة الطبيعة بنسميها كاسترز غير الـ Wheels اللي هي الصغيرة العادية ففي عندنا مجموعة من الـ Precautions أو مجموعة من الـ Guidelines موجودة في الـ Standard بتقول لنا إن إحنا يعني إيه اللي ممكن نحن نعمله علشان نحاول نقلل الـ Possibility بتاع الـ Over Balance فعلى سبيل المثال في الـ Transport عادةً لما نيجي نحن مثلاً جهاز بنحطه على حاجة ممكن تبقى يعني عبارة عن Plain كده Inclined at an angle أوكي فأثناء النقل دوت لو حصل إن الجهاز نفسه مجرد بس إننا عملنا له يعني حطناه على Plain Inclined بس بأنجل صغيرة حصل له Over Balance بدي بقى حاجة خطيرة جداً فباسيكلي الـ Standard بيقول لنا إن كل الأجهزة الكبيرة اللي بتتنقل وعن طريق نحن نحطها على Plain بيبقى Inclined at an angle لازم إن إحنا يعني ظهر تتحمل عشرة ديجريز Inclination Angle من غير ما يحصلها Type Over يعني معنى كده لو في عندنا جهاز مثلاً محطوط مثلاً على جهاز مثلاً زي مثلاً مفروض إن احنا نعمل له Tiping Over أو نعمل له مثلاً Inclination بأنجل عشرة ديجريز لو حصل إن هو عمل Tip Over أو حصل إن هو انقلب يعني يبقى معنى كده الجهاز ده ما حققش للمواصفة دي بنتكلم على الأجهزة العادية أي جهاز بقى عادي مفروض إن هو برضو ما يحصلوش Over Balance at an angle of 5 ديجريز يعني في الحالات العادية إن هو موجود في مكانه مثلاً ومغرب بس شخص كده خبط وخطة بسيطة مثلاً تحرك وحركها بسيطة كده يعني مفروض للإستاندرد إن هو at an angle of 5 ديجريز ما يبقاش فيه مشكلة إن هو يحصله Tip Over لو بنتكلم عن Horizontal and Vertical Forces يعني مفروض برضو نفس الكلام مفروض إن أنا لو في عندي جهاز يعني ممكن يبقى فيه خطورة إن يحصله Over Balance مفروض إن Vertical and Horizontal Forces وتحقيقة تبقى موجودة لكل size من الأجهزة بيبقى فيها عندنا Standard Forces اللي احنا بنتكلم عليها لما بنعملها Pushing أو لما حدي مثلاً بي lean over يعني أكنه بيتكئ عليها أو whatever مفروض إن هي ما يحصلهاش Over Balance فمفروض إنها تبقى متصممها بحيث إن هي تبقى القاعدة بتاعتها تبقى يعني stable كفاية بحيث إن هي تتحمل الحاجات البسيطة لزي كده لو بنتكلم برضو على Castors or Wheels Castors اللي هي العجل الكبير ده Wheels هي العجل الصغير الأصغر ده الحقيقة بنتكلم على إن يعني 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 ما ينفعش مثلاً يحصل إن في حركة معينة كده يكون مثلاً إن الأنجل بتاعت العجل أو Castors تبقى عند حد معين كده نلاقي إن حصل ما ينفعش لازم تبقى محطوطة بشكل إن يمنع تماماً في أي وضع الأوضاع أو أن يحصل بأي حال من الأحوال لما يكون بـ ما يحصلش أبداً يحصل إن في وضع معين للحاجات دي إن هو يعني الجهاز نفسه يحصل الـ برضو واحدة من الحاجات المهمة الحقيقة لجهزة الـ في الوزن لازم تبقى عندها القدرة إنها نقدر نحركها معناها عتبة يعني عندنا مثلاً حاجة بارتفاع 2 سنتي يعني 20 مليمتر أوكي؟ لازم الجهاز ده يقدر يعدي العتبة دي ما يبقاش عنده مشكلة فيها وبعد ما يعديها ما يبقاش فيه أي خطورة على أو أي performance damage أو أي performance يعني deterioration أو أي physical damage يحصل الجهاز